نروح لمراسلنا شيف شعبان واللقاء مع نجم الفريق عبدالله عبدالسلام اتفضل الشريف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحمد لله بعمين بتوجهة الجهاز الفني ولعبتنا الخبرات واللعابة الشباب الحمد لله بعمين عدنا الشوت التريب ببر الأمان الحمد لله حسعب اللحظة قبلتك في المباراة ايه وخفت؟ لا والله الحمد لله يعني ما بحصلش حاجة زي كده أهم حاجة عندنا التركيز يعني كلما التركيز يكون مظبوط وزيادة الحمد لله بعمين بتلاقي الانسجام موجود دي شكل الفرقة شكل كويس الحمد لله ما بحصلش الغلطات الحمد لله رب عامين دي أهم حاجة في اللعبة بتاعتنا فالحمد لله رب عامين عن نكسب ومهور النادي الآلي عاو سلط الدوري سلط الدوري عشان ناخدها بإذن الله بإذن الله نكسب فريق طلاع الجيش وبعد كده الغريمة التقليدي فريق الزمالك نكسب الاتنين ناخد الدوري بإذن الله شايف الأول مواجهة طلاع الجيش إزاي؟ طبعا خلاص قفنا صفحة الاتحاد إن شاء الله رب عامين بعد بكرة إن شاء الله رب عامين نرجع نجهز اللي فريق طلاع الجيش طبعا فرقة محترمة عندهم مدير فني وجهز فن محترم وعندهم لعيبة خبرات ولعيبة شباب فرقة كويسة نحن إن شاء الله رب عامين نجهز نحسن من أمهن إن شاء الله يوم الأربعة ونجهز كويس إن شاء الله رب عامين ونرفل الصفحة ونخش إن شاء الله على مباراة الزمالك ونجهز إن شاء الله من خلال نحسن بطولة الدوري إن شاء الله رب عامين وبعد كده ركز في الكاز بعدها بإذن الله النهاردة الجمعة المباراة لسهوم الأربعة مباراة طلاع الجيش إن شاء الله نقدرنا حد الله كويس إن شاء الله ونقدرنا إن شاء الله نحسن بأمور إن شاء الله يوم الأربعة بإذننا فترة زمانية ما بين مباراة طلاع الجيش ومباراة الزمال كلا يكون يوم 2-6 وغالباً هتكون في مؤلين العرب غالباً نسى بشي رسمي طبعاً إن شاء برضو فترة كافية ولا فترة تبقى قليلة لا كافية طبعاً إحنا متعودين يعني على الحمل العالي للماتشاط بنلعب 2 يعني أبدا كنت نلعب جمعة واتنين كان فيه ما حصل موضوع الكورونا لبعض اللعيبة كنا بنلعب ماتشاط 2 و 4 وكنا مخلش الـ 4 من الماتشاط المؤجلة فبنلعب 2 و 4 وجمعة متعودين الحمد لله على كل حاجة وإن شاء الله بإذن الله جاهزين وإذن الله نحسن بأمول لنا بإذن الله بإذن الله بطلط الدوري أهلاوية بإذن الله بإذن الله رب أعمين الدوري بكاست بإذن الله رب أعمين دوري بكاست كمان هو دا نادي إن شاء الله طبعا طبعا إحنا متعودين على كده ومعودين جمالنا على كده بإذن الله نرسل أمولينا بإذن الله الله يخليك شكرا مرسي جدا شكرا ربنا يخليك كابتن عيسى مهدك اللقاء مع سوبرستار فريق النادي الأهلي الكابتن عبدالله عبدالسلام معود لك من جديد شريف شعبان من رأسنا من أرض الملعب